السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا نادية عبدالسلام ودي قناتي لو أول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة فعلوا الجرس على الكل يصلكم كل جديد فيديو النهاردة لسنة أولى مطبخ سنة أولى جواز هقولكم على بعض النصائح المطبخية الصغيرة اللي بيها نقدر نحافظ على بواء الخضر أو الخزين يلا بينا نشوف الفيديو الفينو ده باقي عشان برح بس أنا نسيت أشيله في الفريزر فصبح نشوف شوية وطبعا مش هينفق أعمل بيه صندوط شيت وكمان حرام إن أنا أستغنى عنه فهنعيد تدويره مرة تانية ونستفد به الأيام دي الأكل بقى أعمل زي الدهب كل يوم بسعر وكل ساعة بسعر ربنا يرحمنا ويعدي الأزمة دي على خير والله في حياتنا ما شوفناه زي الأيام الصعبة دي فعلى قد ما نقدر نحافظ على نعم ربنا ونقول لا للإهدار بالسكين المشرشرة هفتدي كده قطع ليش هقطعه بالورب بالشكل ده علشان هو حجمه صغير شوية لعيش الفينو يا جامعة علامة فيبات ما يترماش إحنا ممكن نعيد تدويره ونستفد به ممكن نعمل منه كذا حاجة زي إني أحمصه بس أحفظ على لونه إنه يبقى فاتح وأفرمه في الكبة وأتبله وأحفظه كده ببرطمان في التلاجة وأستخدمه للبنيه بذر البقسمات الجاهز أو الفيجتار أو أعمل منه خبز التوم وده عملت معاكم قبل كده وعلشان ما يبقاش مكلف ممكن أبدل الزبدة بالزيت وهيبقى حلو برضو هرصه كده في الصواني على قد كده ما الصانية تاخد هرص الصانية أو اتنين هرصه في الصواني بالشكل ده وهدخله تحت الشوية هسيب أول رف تحت الشوية وهحطه على الرف اللي بعده لإن أول رف بعد الشوية هيخليه ياخد لون بسرعة جدا وممكن يتحرق فالرف اللي تحته هيكون مناسب وبرضو أخلي بالي لإنه هيتحمر بسرعة وأول ما ياخد لون حلو بالشكل ده هقلبه على الجنب الثاني وهسيبه برضو لما ياخد لون وبعد كده هطلعه شايفين الجمال ما شاء الله اللي عيش تحمصه بقى هيل ممكن نفطر به بدل البقسمات أو الفيش جنب كباية شاي أو شاي بلبن هيبقى حلو جدا النهاردة هعمل المكارونا دي على الغدا المكارونا دي عندي من رمضان والجو خلاص حرر فضيتها كده في المصفى وقلت أبص فيها الحمد لله ما فيهش أي حاجة هقدر أستخدمها عادي دايما لما تيجوا تعملوا المكارونا فضوها في المصفى كده وبصوا فيها الأول وخاصة لو كنا في السيف حتى ولو لسه شارينها قبل كده حصل معي إني أكون مستعجلة في عمالي لغدا فأحط الميا على النار وأبعد حد من ولادي يجيب المكارونا وأقول على ما يجيب المكارونا تكون الميا غلط وفعلا وأول ما يجي أفتح الكيس وأفضي على طول على الحلة وأبصها لإيه الكارسة المكارونا مسوسة طيب أعمل إيه خلاص كده المكارونا هتترمى أنا كده تعطلت أكتر هغلي ميا تانية من أول وجديد وكمان خسرت المكارونا مش هقدر أبدلها فالأفضل إني لما جبها خاصة في الحر إني أبص فيها الأول قبل ما نزلها في الميا طيب لسه فاضل عندي مكارونا أعمل إيه بصو كده تاريخ الإنتاج ده من شهر واحد وإحنا دلوقتي في شهر ستة المشكلة مش في تاريخ الإنتاج المشكلة في سوق التخزين هي عندي من رمضان وطبعا متخزينة في المطبخ والمطبخ بيبقى حر جدا فلو سبتها أكتر من كده هتسوس وأخصرها طيب أحافظ عليها إزاي هحطها في التلاجة وبكده أبقى حفظت عليها لحد ما جا استخدمها طيب عندي كمية من الدقيق ومش هستخدمه كله دلوقتي أعمل في إيه هحلله الأول بصوا كده الطريقة دي دي أفضل طريقة ممكن أحلل بها الدقيق وخاصة لو عندي كمية كبيرة علشان ما بهدلش الدنيا من حوالي هملة الكبية بالدقيق وقلبها في المنخل وهبتيدي كده أعمل حرقة دائرية بصوا كده اختراع زي ما بيقولوا بصوا كده معايا شايفين حروف البولة ما تأثرتش خالص بالدقيق شايفين نديفة ازاي لو كمية الدقيق قد كده عشر مرات هننجزها ومش هنبهدل الدنيا من حوالينا هعبيه في كيس أو اتنين أو على حسب كمية الدقيق وهقفل عليه الأكياس كويس وهدخله التلاجة مع المقارونة وبكده أبقى حفظت عليه ولو قاعد سنة مش هيجر له أي حاجة وأنا بحط الدقيق والمقارونة في درجة التلاجة لقيت كيس من الطمر الطمر ده عندي برضه من رمضان رمضان كان خيره كتير استراحة السنة دي خلاص كلها أيام وهنفطر عليه كلها أيام وهيهل علينا زو الحجة كل سنة وانتوا طيبين يهل علينا وعليكم بخير يا رب كل اللي أنا عملته بس بدلت الأكياس حطيته في كيسين نضافه قفلت عليه كويس واحفظه في درجة التلاجة التمر من الحاجات اللي عمرها طويل لو قاعد سنة في التلاجة مش بيجر له أي حاجة أنا دايما بخصص درجة التلاجة بحفظ فيه كده الحاجات الجفة بتقعد بالسنة مش بيجر لها أي حاجة وبكده أبقى حفظتها على حاجتي ومهدرتش في أي حاجة كورن بتلسلطة دي عندي في التلاجة بأهلها شهرين هقولكم ازاي أنا بحفظ عليها لما باخد منها بخلي الراس سليمة كده يعني بقطع من جنبها ما بقطعش حاجة من الراس وبكده بقدر أحفظ عليها فترة طويلة وهو بالطبع بياخد فترة طويلة شوية على ما بيبوز باخد منها كده ربع مثلا واحدة أو نص واحدة على حسب ما أنا بحتاج وبعد كده اللي بيفضل بلفه في الستريتش راب بالشكل ده وبكده بحفظ عليه بيعود معايا فترة هي بس لو قعدت فترة طويلة بلاقي كده مكان ما أنا أطعب السكينة بلاقي الجزء ده أخد لون أغمأ كده فلما باجي أستخدمها مرة تانية بشيل بس جزء بسيط منها كده وبتلاقوها لونها زي ما انتم شايفين كده مش متأثر ولا في أي حاجة وبستخدمه عادي في السلطة الزبدة عمرها مش طويل يعني مزاي السمنة أو الزيت السمنة والزيت ممكن يعود برا التلاجة بالسنة أو أكتر ما يتأثروش لا بالشطة ولا بالسيف إنما الزبدة البلدي ملهاش عمره خالص لازم أحفظها في الفريزر وأطلع منها على قد استعمالي أول بأول والزبدة النباتي عمرها أطول شوية يعني ممكن تعود على شبكة التلاجة مدة شهرين أنا لما بجيب قلب الزبدة بقسمه على تنين بقطع الأول مكعبات كده وبقسمه في علبتين هخلي علبة على رف التلاجة ودي أستخدم منها والعلبة التانية بحفظها في الفريزر لوقت الحجة وبكده أبقى حفظت عليها بالمرة كده وأنا فتحة التلاجة هبص على الخضور اللي عندي بالمرة هبص على التماطم كده وأشوف لو فيها حاجة مستوية هصفيها وأحفظها في الفريزر بس التماطم دي لسه جايبها فهي كلها جمدة ما شاء الله غسلتها الأورص بتها في المصفة تتصفى وبعد كده هرصها في المنظم بالشكل ده أخلي الجمدة هي اللي تحت والمستوية شوية أو الحمرة شوية هي اللي فوق ولما أجي أخد منها بنقي طبعا الحمرة والمستوية شوية وأعمل منهم الأكلوب كده أبقى حفظت عليها وأنا فتحة التلاجة هبص على الخضور اللي عندي بالمرة علشان ما فيش حاجة تبوز وأضطر إن أنا أرميها عندي كمية بسيطة من الخيار الخيار ده بقيله حوالي عشر أيام أو أكتر هو ما دبلش ولا أي حاجة إن شاء الله هعمل معاكم فيديو إزاي نحفظ على الخضار ويقعد عندي فترة طويلة على شبكة التلاجة من غير ما يجروا له أي حاجة غسلت الخيار كويس وبالسكينة كده شلت الأطراف بتاعته وعملت كده شقة بسيط كده بطرف السكينة وعندي كمية من الجزر عايز أقول لكم بقى الجزر ده جاي من قبل الخيار جاي مع ورق العنب اللي أنا فرزته معاكم بقيله حوالي ثلاث أسابيع أو شهر كمان ومشاء الله مرميتش منه ولا واحدة بس طبعا لو قعد أكتر من كده هيبوز فهنبتجي بقى يا إما نعمله مخلل يا إما هنقطعه ونفرزه في الفريزر أبقى أستخدمه في شربة خضار أو مع بسلة المهم إن أنا مرميش منه حاجة ولما نزل السوق أبقى أجيب بداله هضيف عليه كده نص معلقة من هريسة الشقة الحرة مع معلقتين صغيرين من الملحة أو معلقة كبيرة وهسيبهم كده يدبلوا مع بعض مدة ساعة وبعد كده هعبهم في البترامون أحط بس فصة واحد من التوم ومعلقة كبيرة من الخل وهزويده بالمية المغلية البترامون ده بياخد حوالي لتر من المية أنا غليت لتر من المية وضفت عليه نص كباية من الملح ومعلقة كبيرة من السكر قلبتهم مع بعض وصبت المية لحد ما بردت تماما وبعد كده زودت بيها المخلل غطيت الجزر والخيار بالمية لحد ما المية وصلت لحفة البترامون وبعد كده هقف العلي كويس وهقلب البطرامون بالشكل ده وهسيبه لحد الصبح والصبح هعدل البطرامون مرة تانية وهسيبه مدة أسبوع وبعد كده هرفعه على رف التلجة وبكده أبقى حافظته على الخيار والجزر عندي شوية كمان من الفلفل ده فلفل مشكل رومي على فلفل حار هو برضه مدبالش لكنه بقاله فترة بقاله حوالي 3 أسابيع أو أكتر ابتدى يلون بس بالشكل ده بس لو سبته فترة أطول من كده هيبتدي يبوز ده فلفل حار كده بس بيكون حجمه كبير شوية على فكرة بيبقى مميز جدا وطعمه حلو الفلفل ده بيبقى حلو جدا وده كمان شوية من الفلفل الحار اللي حجمه رفيع أنا غسلتهم كده كويس وحطيتهم في مصفة وهسيبه لحدا ما يتصفى تماما أو بمعنى أصح هينشف من الميا كده خلاص الفلفل كان نشف من الميا هبتدي كده أشيل منه الجزء ده وهفتحه كده على اتنين وهشيل منه كمان الجزء الأبيض أنا هنا كده خدت الفلفل الرومي على الفلفل الحار اللي هو حجمه كبير شوية يما كانوا قرنين اتنين بس هبتجي كده قطعهم بالشكل ده وهحطوهم في الكب هفروا مفرمة سريعة كده في الكب أما الفلفل ده هقطعوه هلقات رفيعه بالشكل ده وهقول لكم ليه ما فرمتهوش مع التاني قطعت كل كمية الفلفل الحار وقلبتهم مع الفلفل الرومي اللي أنا فرمته وضفت عليهم معلقتين كبار من الملح وقلبتهم مع بعض وسبتهم شوية مدة نص ساعة بعد شوية هلاقي كده ان الفلفل نزل المية الزيادة اللي فيه خاصة الفلفل الرومي بيبقى فيه نسبة مية كبيرة هبتجي كده أصفي قبل ما فضي في البرتمان دي المية اللي طلعت من الفلفل المية دي هستغنى عنها ماينفعش نكون تأسيب الفلفل فيها لان دي هتخليه بوز أسرع فانها بستغنى عنها خلص وبحفظ الفلفل في بطرامون كده من الإزاز ياريت لو وصلتم لحد هنا من مشاهدة الفيديو ما تنسوش اللايك يا جماعة أنا تعبت جدا في تسجيل الفيديو ده البرتمان اللي هحفظ فيه الفلفل لازم يكون ناشف تماما من المية علشان أحافظ على الفلفل وهبتجي كده أغطي بالزيت لا مش هغطي بالزيت أنا هبتجي أنقعه في الزيت وهقول لكم أنا هحط اللي كمية كبيرة من الزيت هغطي البطرامون وهحفظ بباب التلاجة بيقعد بالسانة وبالأكتر ما فيجرالهوش أي حاجة وبكده أبقى حفظت على الفلفل اللي كان ممكن أرميه باستخدمه بإيه باستخدمه في طبق الفول أو في الكبدة أو مع طبق من الجبنة القريش بالشوكة كده بابتدي أهرس الجبنة القريش واخد عليها معلاء أو اتنين من الزيت وهي شوية كده من الفلفل وقلبهم مع الجبنة وضوقوا بقى وضعوا لي طيب ليه ما فرمتش الفلفل الحار عشان لو أنا عايز الفلفل بارد شوية أقدر أشيل من حلقات الفلفل الحار بكل سهولة وبكده يبقى طبق الجبنة بارد شوية ولو أنا عايزة سبايسي بخلي حلقات الفلفل الحار طبق من الجبنة القريش يستهل بقوكو حلوة حلاوة أنا دايما بعمله وبشيله لتاني يوم يعني باكل منه تاني يوم بيبقى طعمه أفضل كده الجبنة بتاخد من الفلفل والفلفل بياخد من طعم الجبنة بيبقى طعمه أحلى بكتير من لما بعمله في أول يوم هتقولي طب ما احنا ممكن نخرط عليها قرن من الفلفل وهتطلع بنفس الطعم هقولكو لا أمش بتطلع بنفس الطعم وجربه وشوفه بنفسكو بس أخلي بالي من الملح لأن الفلفل بيبقى عليه نسبة كبيرة من الملح فالمفروض إن الجبنة دي بتكون عدبة وأنا بملحها بالفلفل طيب نفترض إن الجبنة طلعت حدقة شوية هستغنى عنها وإحنا بنقول لا للإهدار لا طبعا هقطع طماطمة صغيرة مقاعبات كده وهضيفها للجبنة هتزبط الملح عارفين طبق الجبنة ده عايز إيه عايز مج من الشاي بلبن وناخد منه شوية كده على قطعة من العيش اللي أنا حمصته ونقعد نفطر بعد ما تعبت في تسجير الفيديو ولو وصلتم لحد هنا من مشاهدة الفيديو بشكركم جدا ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فصفة جديدة و باي باي